يا اهلا وسهلا بيك يا مبدع منك لي دلوقتي الاس ايت نزل وبقاله حوالي 3 اسابيع على شهر وفي ناس كتير اجربته وانا شفت ناس كتير اجربته وتعاملت وكلمت ناس اصحابي جربوا الموبايل في دول عربية وغيرهم والفيديو ده يا جماعة مش عشان اقول ان الاس ايت وحش انا عملت فيديو 13 دقيقة عمال احكي ازاي انا بحب الاس ايت وازاي انا ممكن ادفع 850 دولار اجيب الاس ايت بلس او صحابة 50 دولار اجيب الاس ايت العادي فكماعة الفيديو ده مش عشان اقول الاس ايت وحش ايفيدا هو الاسباب اللي ممكن تخلييني انا كيوسف ما اشتريش الاس ايت او الاس ايت بلس الاسباب دي اللي مخلياني لأ ممكن احوش شوية واجيب النوت ايت لما ينزل او مالوش داعي خالص اللي اجيب سامسونج وممكن بعد كده اصرف على الجي جي سيكس مثلا يعني فالفيديو ده مش عشان اقول الموبايل وحش ايفيدا بقول الاسباب اللي خلتني افكر مرتين قبل ما اجيب الموبايل يعني كده كده ان شاء الله هجيبي الموبايل ده بس خليين ده الفيديو هو الاسباب اللي ممكن تخليك ما تشتريش الاس ايت والاس ايت بلس نبدأ باكبر عيب في الموبايلين الاس ايت والاس ايت بلس وهو البطارية واقول لكم ليه هي عيب عندنا الجالكسي اس 7 اتج بتاع السنة اللي فاتت بطاريته كانت 3600 ميلي امبير اور الموبايل كانت شاشه 5.5 انش وكان روزولوشن الشاشة دقة الشاشة كواد اتش دي 2560 في 1440 اللي حصل السنة دي في الاس ايت ان الشاشة نطت من 5.5 ل 5.8 وكمان دقة الشاشة عالية من 2560 ل 1440 لبما يعادل نص مليون بيكسل زيادة ومع كل الزيادات دي البطارية قلت من 3600 ميلي امبير ل3000 فدي نقطة سلبية جدا في الموبايل يا جماعة الموبايل فعلا ممكن ميكملش يوم سامسونج قاعدت تشرح وتقول من ورائق الكواليس من تحت السطور كما ممكن تفهموها ان احنا عملنا بروسيسور جديد عملنا 10 نانوميتر بروسيسنج وده بيوفر وبيعمل حاجات رهيبة بس ما زالت البطارية كحجم صغيرة جدا بالنسبة لشاشة 5.8 انش مش هقدر احكم عن نقطة دي اذا كانت فعلا هي نقطة اللي تخليه ما اجيبش الموبايل ده لكن انا محتاج اللي انا اجرب الموبايل لمدة نص يوم عشان اقدر اكد لكم نقطة زي دي بس من الارقام النقطة دي تخوف جدا في الاس ايت والاس ايت اتج كمان الاس ايت اتج شاشته 6.2 انش يا جماعة مدركين يعني ايه 6.2 انش 6.2 انش دي كانت موجودة في الاكسبيريا نوت او الاكسبيريا زي اولترا اللي كان موجود من سنتين او من ثلاث سنين لو تعرفوا بتاع سوني بطاريته كانت اكتر من 4000 عندنا موبايلات كتيرة او دلوقتي شاشته 5.5 انش وبطاريتها بتعدي الاربع تلاف ونص فلما يكون شاشة 6.2 انش زي الاس ايت بلس وبطاريته مجرد 3500 دي نقطة سلبية جدا دي كانت البطارية واحدة من اقوى الحاجات اللي ممكن تخليني ما افكر كزا مرة قبل ما اجرب اشتري الاس ايت عشان السعر اللي هيدفع فيه مش قليل وعلى ذكر السعر خلينا نجيب صورة السعر بس يا جماعة انا عارف السعر ده يعني في ناس تقولك لا السعر ده رخيص جدا بالنسبة لي انا شخص عايش في دولة غنية مش زيكو يا ربنا يسمحكو مهم يعني عارف ان السعر ممكن يكون مش نقطة سلبية بالنسبة للناس لكن السنة اللي فاتت كان في اس 7 واس 7 اج الاس 7 كان ارخص كتير من الاس 7 اج السنة دي ما بقاش في اس 7 بقى في اس 8 اج واس 8 اج بلاس هو ما اسموش اج بس هو ما اسمو اس 8 واس 8 بلاس فكرة انه يكون مفيش الموبايل الرخيص اللي ممكن انا اس تشتريه ده نقطة سلبية بانك بتدفع السعر البريميوم السعر الغالي ومعندكش الابشن انك تدفع السعر الرخيص كتنزلت اشعاعات كتير انا هيكون في اس 8 ميني وانا للاسف وقعت في واحدة من اشعاعات دي وعملت فيديو عنها ولكن ده هتأكد ان سامسونج مش هتصدر اس 8 ميني للوقت الحالي فدي النقطة سلبية جدا ما يكونش فيه موبايل الرخيص الموبايل مش بريميوم بس نفس الامكانيات اللي هو زي كان الاس 7 السنة اللي فاتت نروح للنقطة البعداء وهي نقطة الفينجر بنت او السيكوريتي ماشا جماعة دلوقتي لو انت متعرفوش كان في واحد صاحبي اعرفه صاحبي جدا اسمه عمر كان عمل فيديو تأس سريبات عن الاس 8 تقريبا من 4 او 5 شهور قال في الفيديو بتاعه وان فيه تقارير وحاجات نزلت ان شركة سينابتكس بتاعت التوتش باد بتاعت اللابتوبس عملت شراكة مع سامسونج ان هي هتعمل البس بطريقة مبتكرة شوية فكان معظم اشعاعات اللي طلعت ان الفينجر بنت تكون موجودة في الزرار الهم. وزرار هوم مش هيكون زرار بياداس عليه هيكون زرار مودمج. ده اللي حصل فعند في الزرار بتاع الس 8 مبقاش زرار. بقى زرار مودمج لما تدوس عليه بيعملك خفيف يقولك ان انت تدست عليه. المفروض ان البسمكة هتكون موجودة في الزرار ده. لكن بمقى ان الوقت عدة بسرعة وحسب التقارير بتقول ان الشركة ملحقتش تعمل حاجة مرضية حاجة سريعة كفاية بحيس البصمة تكون في الزرار الهوم فالبصمة اتحطت في ظهر الاس ايت والاس ايت اتج وبالنواجة تنظري على فكرة دي مش نقطة كويسة تماما عشان سببين نعتبر اللوجو الفيسبوك ده هو البصمة اي مرة انت عايز تروح تدوس على البصمة هتدوس على الكاميرا هتعطي جس عشان توصل للبصمة هتوصل لها بس هتدوس على الكاميرا في النص والكاميرا ما تدوس عليها بصباح حضرتك اه اغلى بالظن هتبقى عبارة عن شوية بصمات ولما تيجي تصور هتحتاج الانت طب تنظفها قبل نتصور الصورة ممكن لو مش هتسريع ولا يعني حاجة بتحصل بسرعة مش هتعرف تلحقها بالريزولوشن كويس او بالدقة كويس عشان الكاميرا حتالتك مش هكون نظيفة وتانية حاجة فكرة ان يكون موبايل شاشته 6.2 انش والبصمة بتاعته فوق خالص زي الاس ايت بلاس الموضوع ده يبقى صعب جدا ان اصباعك يوصل له في واحد اسمه مركز براونلي او امكي بي اتش دي ده شخص ايده كبيرة جدا من اكبر الادين الممكن تتخيلها في حياتك وهو طوله 190 سنتي فده لما يقول على الموبايل اللي هو كان قدر يوصل للبصمة بصعوبة ده معناها ان اي حد ايده طبيعية فطول 170 سنتي مش هيوصل خلص للبصمة ولو عمل اي يعني والمضحك كمان ان في فيديو الاعلام بتاع الموبايل بتاع سامسونج الفيديو الرسمي اللي عيد زعف التلفزيون وغيره الشخص اللي ماسك الموبايل بيدوسه على البصمة مسك الموبايل بقتين ايد ماسك بها الموبايل وايد تانية بيحط اصباعه على البصمة فده يقول لنا ان فعلا البصمة ماما مش هتعرف توصلاها في ظهر الموبايل باصباع واحد وكمان هتوسخ الكاميرا عشان توصل لها ودي مشكلة وعلى ذكر السيكوريتي والبصمة والحاجات الجميلة دي كان في حاجة اسمها في الاس 8 اسمها فيس ريكونيشن واللي اثبت فعلا فشلوا قلنا في النشرة اللي فاتت لو حد كان متابع عن نشرة لوان دي لو انت مشوفتش النشرة تدرط لها من خلال زرور الاي ده قلنا ان الاس 8 او الاس 8 بلس في شخص لطيف يعني عمل الفيس ريكونيشن في شوية اصحابه صوروا شرخص ده صورة واخدوا الصورة دي حطوها للموبايل بتاعه والموبايل عمل انلوك من خلال صورة الشخص مش من خلال الشخص نفسه فده يثبت لنا قد ايه الفيس ريكونيشن ده فانرابل قد ايه ممكن تختاركه بسهولة جدا سامسونق قتلت وردت وقالت ان اه اجماعة الفيس ريكونيشن ده حاجة لايه اعتمد عليها طب طالما هو لايه اعتمد عليها ليه قعدتوا اكتر من سبع دقايه في البرزنتيشن تتكلموا عن قد ايه هي حلوة فدي ما كانتش نقطة حلوة في الموبايل الموضوع طبع ممكن يتحلى عن طريق الايرس سكانر مسح قضاحية العين عن طريق الفينجر بينت في ظهر الموبايل وعن طالح حاجة كتير بس يعني فكرة ان سامسونق تقول حاجة وفي الاخر تطلع نصكم دي مش حاجة حلوة مثلا طيب اخر نقطة ودي نقطة ممكن ناس تختلف كتير عليها انا بالنسبالي لو هشتري موبايل فانا لو معاي مسلا اس 7 وهي upgrade الاس 8 فانا عايز الموبايل يكون اسرع عايز موبايل يكون اقوى عايز موبايل كاميرتو يكون انضف امامية وخلفية وكل حاجة لكن الاس 8 والاس 8 بلاس ما قدموش كل المميزات او الupgrades القوية عن الاس 7 والاس 7 edge كل قدمو ودي حاجة مش كل قدمو دي حاجة كبيرة جدا حاجة زي الديزاين الديزاين فعلا مميز لما لو اي حد شرحك في الشارع مسك موبايل هيقول الموبايل ده يعني من كوكب تاني خالص لكن ككاميرا مفيش اي update عن كاميرا الاس 7 edge والاس 7 وكوردو كاميرا امامية ما كانش في اي update صغير الauto focus في كاميرا امامية لكن نفس السنسور نفس الquality نفس كل حاجة فلو انت شخص معاك الاس 7 او الاس 7 edge ما انصحكش انك ت upgrade اللي لو انت نقطة الديزاين او نقطة الحاجة الخرافية في الشاشة هو ده اللي انت عايزه بس حط في دماغك ان البطارية هكون اوحش كتير من الاس 7 والاس 7 edge ال already معك ده كان يوسف عاطف بيرغي عن الاسباب اللي عادي فكر فيها وهو بيفكر يشتري الاس 8 والاس 8 edge اللي هو تحوشة العمر اللي معاها يشتري بيها او مش هشتري بيها فانا حبيتها شارككو في الشوية الافكار جات في دماغي وقت ما كنت خلاص يعني هعمل pre order لموبايل هدفع الفلوس دي الافكار جات لي فحبيتها شاركها معاك ولو افكار دي عجبتكو الفيديو دي عجبكو تأكدوا انه قدوزوا لايك وتشتركوا في القناة عن طريق الدورية دي بتشرف فعلا من كل شخص يبيجي بتشجعوني دايما لما بتيجوا القناة وله في كومنت ساحت ايه اكتر نقطة سلبية انت شايفتها في الاس 8 والاس 8 بلس عارف ان فيه نقطة اجابية كتير وكلها لو عايز شوفها هتلاقيها في الايفو اعلمين من الفيديو اللي عملتو فيه حتى ناس قريدي عملت رسالة حب الاس 8 وعلى فكرة مقتنعة مع الفيديوهات دي برضو يعني بس في الفيديو ده انا اتكلمت على الحاجات السلبية اللي انا شايفها من وجهة نظري مش عاجباني قلولي لو حاجات مش عاجبانيكو في كومنت ساحت وانا نزل اقراها وهرد عليها لو حاجات فعلا حلوة يعني وانا متأكد انكم اكتبوا حاجات حلوة شكرا شوفت الفيديو اللي عايز شوف الفيديوهات اللي قبل كده فيه انواع كتير من فيديوهات هتلاقيها في خلال البلايليست الجميلة دي وبدوس لايك واللي عايز شريعها حاجة من سو.com امازون او جوميا او اي موقع تاني اتأكد انك تشتريها من روابط دعمي هتكون فاص في الفيديو شكرا شوفت الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي قايي